وزير الدفاع يؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الأجيال الجديدة لتحمل مسؤولية صون الوطن وحماية مقدساته وزارة الهجرة تعلن عن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الجيش الأوكراني يعلن استعادة السيطرة على مناطق شرقي البلاد وروسيا تعلن تدمير مخزن صواريخ قرب لفيف الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جديد نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي احتفالية مصابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوية ونقل وزير الدفاع تحيات وتقدير الرئيس السيسي مؤكدا حرص القيادة العام للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية لصوء الوطن وحماية مقدساته كما أكد أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يمتلكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي السعب شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفالية مصابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة على مستوى الطلبة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة بدأت مراسم الاحتفالية بكلمة الفريق محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي التي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع الابتكارات العلمية مما يسهم في مواكبة التطور العلمي المتلاح عقبها عرض فيلم تسجيلي عن كلية الدفاع الجوي وما تحتويه من منشآت إدارية ودراسية ووسائل تدريبية متطورة تساهم في إعداد طالب دفاع جوي يتميز بالاحترافية في تنفيذ المهام التي يكلف بها كما استعرض مدير كلية الدفاع الجوي ملامح عملية التطوير والتحديث التي تتم بالكلية بما يتماشى مع منظومة التطوير الذي يشهده سلاح الدفاع الجوي وبما يسهم في توفير المناخ الملائم لضخ أجيال جديدة من طلبة الدفاع الجوي متسلحين بالعلم والمعرفة تلى ذلك عرض نتيجة مسابقة الابتكارات العلمية وتكريم الفائزين الذين تمكنوا من تقديم أفضل نماذج للابتكارات العلمية وفقاً للمعايير والأسس التي نظمت بها المسابقة كما قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على معرض الابتكارات العلمية مشيداً بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات التي عرضت والتي تعظم من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكافة المجالات وفي سياق متاصل التقى الفريق أول محمد زكي بطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الدفاع الجوي والكلية البحرية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة سير العمليات التعليمية والتواصل الدوري مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بما يهدف إلى توحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ونقل القائد العام تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبول الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية لصون الوطن وحماية مقدساته مؤكداً على أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي الصعب وأدار القائد العام حواراً مع اطرابة وأعضاء هيئة التدريس استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي محلياً وإقليمياً ودولياً وأشهد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري كما طلبهم بمدومة الاطلاع على العلم والاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع في كافة المجالات بما يخدم الوطن طبقاً لمتطلبات المرحلة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 94 قضية تموينية بمضبطات تقدر بنحو 135 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 80 أطنان سلع غذائية مختلفة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 72 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 53 طن أسمنت في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية نتبع جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضفط 349 عنصرا إجراميا في شديد الخطورة بنطاق 15 مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرخة، سلاح، مخدرات، قتلى وضبط معهم 199 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المقدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 45 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 614 قطع السلاح ناري أبرزها 69 بندقية 59 بندقية آلية 33 مسدسا 452 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة العيرة 85 خزينة إضافة ل 924 قطع السلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 366 391 حكما قضائيا بإجمالية 28 353 متهما من بينهم 1413 حكم جنايا و129 809 حكم حبسة ومائة وثلاثة وثمانون ألفا وسبعماء وخمسة وستون حكم غرامة وواحد وخمسون ألفا وأربعماء وأربعة حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال إسبوع في ضبط 14 تشكيلا عصابيا ضبوا واحدا وأربعين متهما قاموا بارتكاب 57 حادث سرقة متنوعة وتم كشف غموض واحد وستين حادث ما بين قتل عمد سرقة بالإكراه حريق عمد انتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 91 متهما كما تم إعادة ست سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع من ضبط 1351 قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها أكثر من 175 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 29.036 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 84 كيلو جرام إضافة إلى أكثر من 11 كيلو جرام من مخدر استروكس وعدد 17.444 قرص مؤثر و80.237 قرص ترامدو المخدر كما تم إبادة 90 فدان منزرعة بنبات الخشخاش هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 152 مليون جنيها وضبط سبعة مراكز لعلاج الإدمان كما تم ضبط قضية غسل أموال خدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 10 مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تقدموا بأوراقهم لوزارة الهجرة في الفترة من الرابع عشر حتى الرابع والعشرين من مارس الجاري لأداء اختباراتهم وذكر بيان للوزارة أن ذلك يأتي تنفيذ لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية ولإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا وكشفت وزارة الهجرة أن إجمالية من تقدموا لوزارتي الهجرة والتعليم العالي بأوراقهم للتسجيل في الجامعات الخاصة والأهلية ووصل إلى 1270 طالبا وطالبة وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل حصار سلافوتيتش شمالا ولا تكف عن محاولة السيطرة على تشير نيهيف وأضافت الهيئة أن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على عدة مناطق في سومي وإزيوم مشيرة إلى أن القوات الروسية تحاول الاستلاء على بوفاسنايا وماريو بول كما حاولت اقتحام مدينة كراسنو هاريفكا وكبدتهم خسائر فادحة هذا وقد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية إيجور كوناشينكوفا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استطاعت إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار وأضاف كوناشينكوفا أنه تم تدمير مستودع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من تراز 300 مؤكدا أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير ما يقرب من 289 طائرة بدون طيار فضلا عن 1656 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و169 قادفة صواريخ متعددة و684 مدفعية ميدانية ومدفع هون فضلا عن تدمير 1500 من المركبات العسكرية الخاصة قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت أهدافا عسكرية في مدينة ليفيفا في غرب أوكرانيا بصواريخ كروز عالية الدقة هذا وقد أضافت الوزارة أنها قصفت مستودع وقود تستخدمه القوات الأوكرانية قرب ليفيفا بصواريخ بعيدة المدى كما استخدمت أو استخدمت صواريخ كروز في استهداف منشأة بالمدينة تستخدم في إصلاح النظم المضادة للطائرات ومحطات رادارات ودبابات قال مجلس الدومة الروسية أن الوقت غير مناسب لتنظيم استفتاء بشأن انضمام لوهانسك إلى روسيا وذلك تعقيبا على تصريح المنطقة بشأن تنظيم استفتاء قريبا للانضمام إلى الاتحاد الروسي وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد اعترف في 21 فبراير الماضي باستقلال منطقتين دونسك ولوهانسك عن أوكرانيا قبل ثلاثة أيام من بدء موسكو بهذه العملية العسكرية في أوكرانيا قالت أوكرانيا إن إجراء روسيا لاستفتاء في الأراضي الأوكرانية سيفتقر لأي أساس قانوني وسيواجه ردا قويا من المجتمع الدولي مما يعمق من عزلة موسكو العالمية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان قال إن جميع عمليات الاستفتاء الوهمية في أراضيها باطلة ولاغية ولن تكون لها أي شرعية قانونية جدد الرئيس الأوكراني فلادمير زلانسكي المطالبة بحاجة بلاده إلى 1% على الأقل من الطائرات والدبابات من دول حلف الشمال الأطلنطي متهما الشركاء بالتردد في تزويد كييف بالأسلحة وقال زلانسكي إن الحاجة إلى تزويد كييف بالسلاح ليس مطلبا أوكرانيا ولكن أيضا يمثل مطلب الأغلبية المطلقة لسكان أوروبا مشددا على أن أمن أوكرانيا يعادل أمن أوروبا بأسرها قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو أبودانوف إن روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين لإنشاء منطقة تسيطر عليها موسكو بعد فشلها في السيطرة على البلاد بأكملها وأضاف أبودانوف أن موسكو تحاول خلق وضع يشبه وضع الكوريتين الشمالية والجنوبية في أوكرانيا مشيرا إلى أن أوكرانيا ستشن قريبا حرب عصابات في الأراضي التي تحتلها روسيا قالت هيئة التفتيش النووي الأوكرانية إن روسيا قصفت من جديد منشأة للأبحاث النووية في خاركيف مشيرة إلى أن القتال يجعل من المستحيل تقييم الأضرار وأضافت الهيئة أن المفاعل التجريبي الذي تم استهدافه يتعلق بمعهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أن المواد النووية في المنشأة ليست خطيرة وأن مخزون المواد المشعة منخفض للغاية مما يقلل من مخاطر حدوث تسرب إشعاعي قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين إن الولايات المتحدة ليست لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر وخلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإسرائيلية أكد بلينكين أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضحت أنه لا يمكن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن عدوان على أوكرانيا أو أي طرف آخر هذا وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين أن العملية الروسية في أوكرانيا تسببت في أزمة غذاء عالمية في وقت تتعافى فيه الاقتصادات الدولية من تدعيات أزمة كورونا وقال بلينكين أن دول منطقة الشرق الأوسط تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من القمح من أوكرانيا وروسيا الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الخبز مضيفا أنه سيتم دراسة الخطوات التي يمكن أن تخفف من عبئ هذا الأمر على شعوب المنطقة كما أكد بلينكين التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى تدافع عن نفسها سواء بالأسلحة أو بالطائرات المسيرة طلبت أوكرانيا من اللجنة الدولية للصديب الأحمر عدم المضي قدما في الخطط الرامية لفتح مكتب لها في مدينة روستوف الروسية مشيرة إلى أن ذلك سيطفي الشرعية على الممرات الإنسانية لموسكو واختطاف الأوكرانيين وترحيلهم قصرا هذا وقد نشد رئيس لجنة الصحة العامة بالبرلمان الأوكراني ميخايل لادوتسكي الصليب الأحمر بالتراجع عن خططه ووجهت أوكرانيا اتهامات إلى روسيا بترحيل ألاف الأشخاص منذ بدء الحرب نحو 15 ألف مدني من مدينة ماريوبول المحاصرة بشكل غير قانوني أظهرت إحصاءات الأمم المتحدة فرار أكثر من 3.800.000 شخص من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير إلا أن تدفق اللاجئين بدأ في التباطؤ بشكل ملحوظ منذ 22 من شهر مارس وفي المجموع اضطر أكثر من 10 ملايين شخص أي أكثر من ربع سكان إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثا عن ملاذ آمن في البلدان المجاورة أو عن طريق البحث عن ملاذ في مكان آخر في أوكرانيا هذا وتقدر الأمم المتحدة عدد المشردين داخليا بأوكرانيا بنحو 6.5 مليون شخص حيث لم تشهد أوروبا مثل هذه التدفقات من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم نقل أكثر من 70 طن من المساعدات الإنسانية لتوزيعها على السكان المدنيين في أوكرانيا وذكرت الوزارة أن نقل المساعدات تم بواسطة ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز ال 76 مشيرة إلى أنها وصلت إلى مدينة جوميل في جمهورية بيلاروسيا قادمة من مدينة سورغوت الروسية وبعد ذلك سيتم نقلها بالشاحنات إلى المراكز السكنية الأوكرانية أعلنت بولندا استقبال مليونين وثلاثمائة ألف لاجئ منذ بدء الحرب والعملية العسكرية الروسية وذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن أكثر من 31 ألف لاجئ عبروا تجاه البلاد أمس فيما عبر أكثر من 30 ألف لاجئ يوم الجمعة الماضية وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفرين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد إلا أن من بينهم عدد من مواطني دول في آسيا وأفريقيا أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا جارنو هابيتشات أن الحاجة الآن في أوكرانيا تنصب على التركيز على الاستجابة الإنسانية وأوضح ممثل المنظمة أن التواقم المنظمة عملت دائما على الاستعداد لحالات الطوارئ كما قامت بتخزين الإمدادات الإسعافية في المستودعات والمستشفيات داخل أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنه من الممكن رفع العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات الروسية إذا انسحبت موسكو من أوكرانيا وتعهدت بإنهاء الأزمة وفي تصريحات صحفية أشارت تراس إلى أن روسيا وقعت على العديد من الاتفاقيات التي لا تمتثل لها بكل وضوح مشددة على أهمية أن تكون هناك أدوات ضغط قوية من بينها العقوبات وأضافت أنه يجب أن تسفر تلك العقوبات عن وقف كامل لإطلاق النار والانسحاب فضلا عن التزامات بأنه لن يكون هناك المزيد من التحرك العسكرية أعلنت شركة الاستشارات الزراعية الأوكرانية ABK Inform تصدير أول شحنات من الظرى الأوكرانية لأوروبا بالقطار مع استمرار إغلاق موانئ البلاد بسبب العمليات الروسية وقالت الشركة الأوكرانية أن الدفعات الأولى تشمل آلاف الأطنال من الظرى تم تصديرها بالفعل عبر الحدود الغربية البرية لأوكرانيا وأضاف أن هناك مشكلات لوجستية مشيرة إلى أن المعروضة ما زال أكبر من الطلب هنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرس الوطني الروسي في الذكرى السادسة لتأسيسه حيث خاطب بوتين بشكل خاص طاقم الخدمة في وحدات الحرس الوطني المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في دونباس وأوكرانيا وتم تأسيس الحرس الوطني في عام 2016 كقوة عسكرية داخلية تتبع الرئيس مباشرة ويزيد عدد أفراده عن 300 ألف فرد ويشارك مع قوات الأمن الأخرى في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذلك في حراسة منشآت الدولة والسيطرة على تداول الأسلحة ومكافحة الشغب أعلنت القوات المحلية في إقليم بريب بولاية بونتلاند بالصومال عن تصديها لمحاولة من حركة الشباب الإرهابية والتي قامت بشن هجوم إرهابي بمنطقة آفار والقرى المجاورة لها مشيرة إلى أن العناصر الإرهابية تتكبدت خسائر فادحة خلال تلك الاشتباكات ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن أحد الضباط بالولاية قوله إن العملية العسكرية ستتواصل للقضاء على الخلايا الإرهابية قالت الاستخبارات العسكرية الكورية الجنوبية إن العمل يجري بموقع التجارب النووية الكوري الشمالي لترميم أحد الأنفاق الأربعة ما يشير إلى الاستعدادات لتنفيذ تفجير اختباري نووي وذكرت وكلة يونهاب الكورية الجنوبية أن هناك مخاوف متزايدة بشأن تجربة النووية محتملة في كوريا الشمالية وذلك بعد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع بقيادة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون ويعتقد خبراء أن كوريا الشمالية قد تختبر قضيفة نووية تكتيكية صغيرة يمكن تركيبها على رؤوس حربية للصواريخ الباليستية بحث مبعوث كوريا الجنوبية والصين الدونويان هاتفيا تدعيات إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر القارات وطالب المبعوث الكوري الجنوبي الصين بالقيام بدور بناء وقال إن المجتمع الدولي في حاجة إلى استجابة منصقة لحمل كوريا الشمالية على وقف التصعيد بشكل فوري والعودة إلى طريق الحوار والحل الدبلوماسي يأتي هذا بعد أن أكدت كوريا الشمالية الجمعة الماضية أن قيامها باختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر القارات يعني رسميا تراجعها عن حظر طوعي فرضته على التجارب النووية والصواريخ بعيدة المدى منذ أوائل عام 2018 قالت مرشحة اليمين المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية ماري لوبان إن محاولتها الثالثة للوصول إلى قصر الإليزي ربما تكون الأخيرة مشيرة إلى أنه في حالة الخسارة فإنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى وأضافت لوبان أنها ستستمر في الدفاع عن الشعب الفرنسي في أي منصب تكون فيه أكثر فاعلية هذا وتشير استطلاعات الرأي الفرنسية إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون ولوبان قد يتأهلان إلى الجولة الأخيرة من الانتخابات المقررة هذا العام ومن المراجح فوز ماكرون في نهاية المطاف أعلن حزب العمال الحاكم في ملطا فوزه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية رغم عدم ظهور النتائج النهائية وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة الإقبال تبلغ 85.5% في أدنى نسبة تصويت منذ عام 1955 وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها إلى أقل من 90% منذ عام 1966 وهذه أول انتخابات تشريعية في ملطا سمح فيها لمن هم ما بين سن 16 و 17 عاما بالتصويت على الرغم من تمتعهم بهذا الحق سابقا في انتخابات البرلمان الأوروبي والمحلية أدنى لتحاد الأوروبي الهجمات التي استهدفت مدنا وبنى تحتية عديدة بالمملكة العربية السعودية مؤكدا أنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور وأوضح لتحاد الأوروبي أن قوات الحوثي في اليمن أعلنت عن مسؤوليتها عن هذه الهجمات دون إدراك حقيقة أن مثل هذه الأعمال العدائية الأخيرة من شأنها أن تزيد من خطر تصعيد الصراع في اليمن وتقود الجهود الجارية لإنهاء الحرب وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف للمشاركة في المحادثات اليمنية التي ستبدأ ثلاثاء المقبل في الرياض دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي القوى السياسية العراقية إلى سرعة تشكيل حكومة تعمل على خدمة شعبها وأضاف بيان للرئاسة مجلس الوزراء العراقي عقب احتفاله بذكرى مرور عام على تشريع قانون الناجيات أن القاظمي وعد بالقصاص من الإرهابيين مؤكدا أن المعتدية سينال عقابه أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق عن ضبط عبوات ومواد تفجير بداخل وكر لتنظيم داعش الإرهابي جنوب الردبا بمحافظة الأنظار وذكرت الخلية أن استخبارات الفرق الخامسة تمكنت من تحديد مخبأ للتنظيم في عمق الصحراء جنوب الردبا موضحة أن القوات الأمنية قامت بتدمير الوكر وكل محتوياته أعلنت شرطة العراقية تنفيذ عمليات تفتيش عثرت من خلالها على صاروخ جراد وصواريخ خاذفة أربي جي في محافظة كاركوك وقال مركز إعلام الشرطة أن قطاعات الشرطة تواصل عملياتها الأمنية في تطهير البلاد من مختلف العصابات الإرهابية المهزومة حيث نفذت قوة المشتركة عملية تفتيش وتطهير بقرية العريشة العليا بقضاء الحويجة في محافظة كاركوك وأضاف البيان أن قوة من اللواء التاسع نفذت عملية تفتيش بقرية الحوايج في محافظة كاركوك أصفرات عن العثور على مدفع هون عيار 120 مم أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وأوضح المركز الإعلامي أنه جرى التواصل مع وزارة الداخلية التي أكدت أن منافذ أمان التابعة للوزارة تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت دون ترحي أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع حيث يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها من قبل النيابة العامة التي تقوم بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة إضاحا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك وأشارت إلى أنه عاقب انتهاء الفحص يتم تكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق والمزادات وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة على دمة القضية أكدت وزارة التنمية المحلية الاهتمام الذي توليه لبناء نظام محلي متطور يليق بتكلفات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة ويعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمة المحلية المقدمة إليهم جاء ذلك خلال لقاء لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع ألاء الزهيري مسؤولة العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة حيث تم بحث آخر مستجدات ملف التعاون المشترك بين الجانبين وعلى رأسها تعزيز وتنمية قدرات اثنتين وستين وحدة محلية في ست محافظات أعلنت وزارة الثقافة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان والتي تأتي في إطار الاحتفالات باختيار القاهرة كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي وتشمل الفعالية ما يقرب من 1479 فعالية فكرية وفنية وإبداعية تقام في الفترة من السابع وحتى السابع والعشرين من رمضان ويتم تنفيذها في مختلف محافظات مصر بهدف الحفاظ على الهوية ولإبراز دور الإبداع في بناء الإنسان وتنمية الوعي عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعا لاستعراض إجراءات تحقيق الإدارة المثلة للموارد المائية وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة وخلال الاجتماع تم استعراض موقف أعمال تطهير الطرع والمصارف وجهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات وذلك لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل كما تم أيضا خلال الاجتماع استعراض إجراءات الوزارة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول وموقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها للحماية من الأخطار تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العالم جمع الخيال السكني الذي أقامته الدولة كمساكنة بديلة للمناطق غير الآمنة لمتابعة الأعمال الجارية لتسكين سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة وأكد محافظ القاهرة أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة على أرض المحافظة أسهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها كما تفقد محافظ القاهرة أعمال تطوير منطقة بطن البقرة بحي مصر القديمة في إطار التطوير الشامل الذي تقوم به الدولة لمنطقة الفستاط ومصر القديمة بالكامل وذلك لإعادة الشكل الحضري لهذه المنطقة التاريخية تتواصل في القاهرة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الأساسية والاحتياجات المنزلية بأسعار مخفضة لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض أهلا رمضان بأرض المعارض بالقاهرة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري وينضم إلينا أيضا من محافظة سهاج محمد رفعة مراسل التلفزيون المصري أهلا بكم معنا والبداية ستكون معك جرمين من أرض المعارض ضعينا في المشهد لديك معرض أهل الرمضان توافد الجمهور ومدى توافر السلع في هذا المعرض نعم محمد بعد التحية كما ذكرت نحن تواجد في محافظة القاهرة في المقر الرئيسي لمعرض أهلا رمضان بالتحديد في مركز القاهرة الدولية للمؤتمرات هذا المعرض الذي يستمر حتى الواحد والثلاثين من الشهر الجاري بيقام المقر الرئيسي لمعرض أهلا رمضان بمشاركة أكثر من 160 عارضا من مختلف الشركات الخاصة بتقديم السلع الغذائية وأيضا الشركات التابعة لوزارة التموين إلى جانب تخصيص أجنحة للسلاسل التجارية الكبرى لإتاحة الفرصة لها لعرض المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة للموطنيين إذا تحدثنا عن المنتجات المعروضة فهناك تنوع كبير في المنتجات ما بين السلع الأساسية من الأرز والسكر والزيت إلى جانب أيضا مستلزمات شهر رمضان الكريم ويميش رمضان وأيضا الخضروات والفاكهة كل هذه المنتجات تعرض بأسعار مخفضة وبتخفضات تصل إلى 30 فئة المائة على بعض المنتجات هنا وبفارق أسعار عن الأسواق الخارجية الحقيقة منذ تواجدنا في هذا المعرض يعني شاهدنا إقبال كبير من المواطنين تسهلا عليهم بيتم توفير عربات للتسوق للمواطنين والعربات بتخرج ممتلأة هنا من المقر الرئيسي لمعرض أهلا رمضان بمختلف السلع لأن هناك تنافس كبير أيضا بين العارضين فبالتالي بيتم تخفيض المنتجات وتقديم عروض مختلفة للمواطنين فهناك حالة من يعني الرواج والحركة في الشراء والبيع داخل المقر الرئيسي المعرض ربما المشهد خلف بيعكس هذا الأقبال من المواطنيين لشراء مختلف السلع الغذائية في خطوة تقوم بها الدولة لتخفيف العبق على المواطن بيتزامن مع اقتراب شهر رمضان كريم هي أيام بتفصلنا عن نهاية المعرض وأيضا اقتراب شهر رمضان الكريم كان هذا هو المشهد عندي أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو هذا عن مشهد أهل الرمضان بالقاهرة بأرض المعارض نتحول إلى الصعيد ومحفظة سهاج ونتابع المشهد هناك مع الزميل محمد رفعت محمد يعني ضعنا في المشهد لديك مدى الإقبال على منتجات معرض أهل الرمضان ووجود هذا التنوع ما بين السلع المقدمة لأهلنا في سهاج نعم أقف الآن في إحدى معارض أهلا لرمضان هذه المعارض التي أقمتها محافظة سهاج بالتنصيق مع الغرفة التجارية وكل أجهزة المحافظة بهدف توفير جميع السلع الغزائية بأسعار مخفضة ربما تصل في بعض السلع إلى 30% لدينا في محافظة سهاج 17 معرض تم توزيحهم على مختلف مدن ومراكز المحافظة تحت عنوان أهل الرمضان لدينا أيضا ستة معارض أخرى أنشاءتهم وزارة الداخلية تحت عنوان كلنا واحد هذه الشوادر أو المعارض موجودة في عدد أيضا من مراكز المحافظة المحافظة نتحدث أيضا عن معرض آخر لوزارة الزراعة تم إنشاؤه في محافظة سهاج بالإضافة إلى معرض أنشاءته المدارس السنوية الزراعية لعرض منتجاتها وعرض جميع مستلزمات الألبان بأسعار مخفضة وأسعار تنافسية اللواء طارق الفقي محافظة سهاج أعلن أن هناك 40 سيارة متنقلة تحمل كل السلع الغزائية الموجودة داخل هذه المعارض توصلها إلى قرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة بنفس الأسعار المخصصة داخل هذه المعارض وكانت مدرية التموين قد أعلنت أن هناك عدة فرق لمتابعة جودة السلع المعروضة داخل هذه المعارض بشكل دوري وأيضا التزام الموجودين داخل هذه المعارض بالسعر المخفض الذي تم الاتفاق عليه مدرية التموين أيضا علنت أن هناك أرصيدة وكميات كبيرة من الأغذية متوفرة ربما لعدة أشهر في محافظة سهاج السلع المربوطة على بطاقات التومين أيضا متوفرة ولعدة أشهر هذا النموذج لو تشوف فيه الخلفية إقبال على هذه المعارض ربما لسعرها المنخفض لدينا اللحوم التزاية واللحوم البلدية تبع داخل هذا المنفذ ب110 بلايهات فقط هناك لحوم أيضا مجمدة بالإضافة إلى يميش رمضان وكل السلع والمستلزمات المطلوبة للشهر الكريم المدرية مدرية التموين أعلنت أن هذه المعارض مستمرة طوال الشهر الكريم إن شاء الله هذه هي الصورة لديها هنا في سهل محمد رفعة مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من سهاج تنقل لنا صورة مشهد معرض أهلا رمضان شكرا جزيلا لك والشكر موصول أيضا بالطبع للزميلة جرمين إبراهيم مراسل التلفزيون المصري من داخل أرض المعارض وأهلا رمضان بمحافظة القاهرة افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودا معرض أهلا رمضان بمدينة شرم الشيخ للسلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية وذلك لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة وخلال المعرض الذي أقيم تنفيذ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة ويميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 30% جبت الستات رباط البيوت وبسألها الحقيقة كلهم قالوا الأسعار كويسة والأسعار مناسبة والأسعار مناسبة يعني في قدرتنا ودي حاجة كويسة دي تمالي أنا باخد رعيهم في الحاجات دي كلها وبعدين أنا عايز أقول للناس بقى يعني السلع موجودة هي أنا جاي من الطر وجاي من راس فدر وكل السلع موجودة في المحافظة محدش يتكلب ومحدش ياخد أكتر من يعني إمكانياته وبعدين إحنا عايزين نرشد استهلاكنا أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أنه تم اتخاذه كافة الاستعدادات لإنجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمانة التطعيمات جاء ذلك خلال إعطاء المحافظ إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك بحضور عدد من مسؤول منظمة اليونساف أطلقت وزارة الصحة اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات تستمر حتى الثلاثين من مارس الجاري بجميع محافظات الجمهورية تأتي هذه الحملة في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال وحفاظا على مصر خالية من المرض من خلال خمسة وأربعين ألف فريق طبي بإجمالية تسعين ألف فرد مدربين على أعلى مستوى بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في وزارة الصحة والفرق الإشرافية بجميع المدريات والإدارات الصحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا مستهدفنا هنا في المحافظة حوالي 67 ألف إن شاء الله معنا 312 فرقة منهم 258 فرقة متحركة هتنتقل من بيت لبيت وشارع لشارع تغطي المستهدف بتاعنا إن شاء الله احنا بنطمن الناس جميعا إنهم ما فيش أي موانع للتطعيم وما يلقوش على أطفالهم احنا بإذن الله الموعيد العامل حتيبها من الساعة 8 صباحا للساعة 5 مساء وبعد كده بإذن الله مكاتب الصحة بتاعتنا بجميعنا حال محافظة حيبوا شغالي من الساعة 8 صباحا للساعة 8 مساء بإذن الله وجه محافظه شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشى التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللأم المصرية بشكل خاص مؤكدا أن كل أم في سيناء هي أم مثالية جاء ذلك خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات حيث أكد المحافظ أن المرأة هي عماد الأسرة الناجحة داعيا المرأة السينوية إلى ترشيد الاستهلاك في شهر رمضان المقبل أن كل أم هي أم مثالية كل أم هي أم مثالية البيوت مقفولة على ناس كتير كفاح كبير لبعض الناس أو لكل السيدات وإحنا حتى في الأعداء اللي إحنا عاديم فيها كان مفروض فيه سيدات مدعوات لهذا الحفل ولكنها أيضا بتؤدي عمل بطولي نحو أبنائها ونحو الزوج لأن أنا بعتبر الأم المثالية اللي بتقف في ظهر زوجها وبتكون معاه في كل المحن دي أم مثالية أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تمتلك عدد كبير من المستخدمين المحتملين بمجال التكنولوجيا المالية ليبلغ إجمالي سوق التكنولوجيا المالية المتوقع في مصر ما بين 62 و 74 مليون مستخدم جاء ذلك في إنفوغراف نشره مركز المعلومات يرصد فيه وضع مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوضح المركز أن مصر تشهد أيضا زيادة في معدلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت مما يجعلها أكثر الأسواق جذبا في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوك من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتلبية جاء ذلك خلال اللقاء وزير الكهرباء مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة ناتاشا بيليديس والوفد المرافق لها وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاعي الكهرباء والطاقة بالبلدين ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي بينهما وخلال اللقاء أشار محمد شاكر إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان اختتمت فعليات الدورة الأولى للمسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وذلك خلال شهر مارس الجاري بمشاركة متسابقين من مختلف محافظات الجمهورية تم الإعلان عن فوز 122 منتجا غذائيا من إجمالي 645 منتجا مشاركا بـ 51 ميدالية ذهبية و34 ميدالية فضية و37 ميدالية بورنزية كما اختتمت فعاليات المعرض التسويقي والتروجي اختتمت هذه الفعاليات المنظم للمشاركين في هذه المنصبقة وذلك بمشاركة مئة عارض اقتصاديا أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بدغوط مبيعات محلية وعربية سجل رأس المال السوقي حوالي 742 مليار جنيه وذلك وسط تداولات بلغت نحو 3.3 مليار جنيه على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 11545 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة تصل إلى 1.24% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة وهبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة في أسواق المال الخليجية صعدت الأسهم بدعم من ارتفاع أسعار النفط العالمية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وسجل المؤشر الرئيس للبرصة السعودية ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.24% كما الصعدة مؤشر سوق الكويت بالنسبة 1.6% في البحرين ارتفع مؤشر السوق بنسبة بلغت 2.34% نهاية نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز عنوينها وزير الدفاع يؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الأجيال الجديدة لتحمل مسؤولية صون الوطن وحماية مقدساته وزارة الهجرة تعلن عن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الجيش الأوكراني يعلن استعادة السيطرة على مناطق شرقي البلاد وروسيا تعلن تدمير مخزن صواريخ قرب لبيف مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختم نشرتنا نشكركم على طيب المتابعة ودومتم سليم ترجمة نانسي قنقر